ها نحن اليوم سكان ولاد السيب الغيط جماعة أولاد برحمون إقليم الفقير صالح في الاعتصام المفتوح اللي كانت البداية ديالو يوم 20 مارس 2017 من هذه السنة نحن اليوم سكان ولاد السيب الغيط جماعة أولاد برحمون إقليم الفقير صالح في اعتصامنا المفتوح الذي هو يوم 58 يوم من الاعتصام بعدما استنفذت ساكنة ولاد السيب الغيط 17 وقفة احتجاجية 6 سلمية 17 شكاية قدمناها للسلطات المعنية إقليميا جهويا محليا ووطنيا لكن بدون أي نتيجة تذكر هذا المشروع هذا ديال شركة أيما فولاي لتربية الديك الرومي اللي هو بيبي حطت في ألف سنة 2015 بدأت في المشروع ديالها هذا المشروع هذا بدأوا الأشغال ديالهم في الصيف ديال 2015 ما تعلق لبطانو لاوالو البطانو ما تعلقش لخيبين اسم المشروع وصاحب المشروع وبداية الأشغال ونهاية الأشغال ما تعلقش هذا القانو هذا والإعلان ديال اللي بيحته المنافع والمدار ما تعلقشته هو تمشينا عند رئيس جماعة أولاد برحمون لهو يوم الاثنين تلاتة في شهر ثمانية 2015 وتكلمنا على هذا المشروع وقال لي نبي أن هذا المشروع لا معرفش أنا ديال من يعني تخيل رئيس جماعة أولاد برحمون معرفش المشروع ديال منه وقال ليك ربما هذا المشروع هذا بغي يعلقش بغي يربيشي فريخات وهذا المشروع هذا من اللي أكدنا عليه لاش إعلان ديال اللي بيحته المنافع والمدار ما تعلقش قال لي كاو ديال احنا رأت جاني الترخيص من عند السيدة عامل إقليم الفقيبن صالح قال لي يعطيه جاتني أوكي فاظرابل من عنده قال لي يعطيه ترخيص أنا أعطيته الترخيص ومن هاد اليوم هذا عقب تعلق الإعلان ديال البحث والمنافع والمدار يعني البانو ما معلقش لهذا المشروع وإعلان ديال البحث والمنافع والمدار ما معلقش يعني هنا كين تواطئ ديال السلطات المعنية إقليميا وجهويا ووطنيا والساكينة اللي كتب لغة 4500 شخص اللي متضرة كتحمل المسؤولية لجميع المسؤولين كبارهم وصغارهم وهذه الشكاية هذه قدمناهم للسلطات المعنية قدمنا الشكاية الأولى في الأجل القانوني ديالإعلان ديال البحث والمنافع والمدار لتسنة نهار تلاتة رشهر تمانية وتعلق نهار 31 سبعة 2015 إلى غاية 14 تمانية 2015 من السنة اللي تبدا فيها المشروع هذه الشكاية قدمناها للسلطات المعنية إقليميا وجهويا ووطنيا واندقروا المراحل اللي مرينا منها هذه الشكاية هذه اللي دفعنا الشكاية اللي دفعنا وهما دفعناهم رك تتشوفوا في الأوراق والدليل على ذلك رعدنا جميع الحجاج تابتق دفعنا شكاية لقائد قيادة ابن موسى الشرقية دفعنا شكاية رئيس دائرة ابن موسى الشرقية دفعنا شكاية الوكالة الحضارية ابني ملال دفعنا شكاية الحوض أم الرابع بابني ملال دفعنا شكاية المكتب الاستثمار الفلاحي ببني ملال دفعنا شكاية اللونسة المكتب الوطني للسلامة الصحية بابني ملال دفعنا الشيكاية إلى السيد عامل إقليم الفقية بن صالح دفعنا لي الشيكاية وهذه الشيكاية كاملين بدون أجوبة وهذه الشيكاية كاملين دفعناهم في الآجل القانوني ديال الإعلان ديال البحث المناثع والمدار اللي كان هو بادي من نهار 31 سبعة 2015 إلى غاية 14-8-2015 ومن بعد تجهنا إلى العاصمة الإدارية مدينة الريباط وقدمنا الشيكاية ديالنا نهار 9 جورج 2016 دفعنا الشيكاية إلى السيد وزير الداخلية شكاية إلى السيد وزير صحة شكاية إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري دفعنا الشيكاية إلى المفتشية العامة ودفعنا الشيكاية إلى السيدة وزيرة البيئة يوم سعود جوج 2016 لكن بدون أي نتيجة تذكر هذه 17 شكاية وجهناها للسلطات المعنية إقليميا وجهويا ووطنيا حتى وحد ما جوبنا من هنا كي تبين بأن الساكنة مظلومة بزاف بأن الناس هذا هذا الإعلان دي اللي بحث المنافع المدار قدمنا الشكاية دي لنا كاملين واش هذا القانون بلادنا دولة الحق والقانون أولا قبل كل شيء خاص يتعلق القانون ويتعلق الإعلان دي اللي بحث المنافع المدار في الأجل دياله ومن بعد حنا طعنا في الإعلان دي اللي بحث المنافع المدار بالشكاية والتعرضات ديالنا هنا كنحمل للسلطات كاملين المسؤولية لأن ساكنة أولاد السبلغاية وجمعيات المجتمع المدني والجالية المغربية والمستشارين الأربع كل هم هادو ونائب أراضي الجموع كل هاد الأشخاص كانوا تيجيري وراء هذا الملف وحنا من هذا المنبر أمام مشروع تربية الديق الرومي اللي هو اليوم 58 58 يوم اللي احنا اللي احنا كان نتبع الاعتصام ديالنا وهذا شاركوا لشيف الأوراق وأي واحد من الأمة المغربية بغى الوتائق راه يتصل بالساكنة وحنا نعطيكم الميل فرال الميل فجهز وهاد ساكنة ولاد السبلغاية مع جمعيات المجتمع المدني مع المستشارين الأربع مع نائب أراضي الجموع لا تطالب هاد الساكنة 4500 لا تطالب لا زيادة في الأجور ولا توظيف بتطالب ببيئة سليمة وحنا راه مع تاسمين اليوم باقي نحنا مع تاسمين اليوم هو 48 58 يوم هنا درنا احتجاج ديالنا أمام وزارة البيئة ودرنا الاحتجاج ديالنا أمام مقر البرلمان وهذا وكل توحد ما جوبنا واش هاد الساكنة ما عداش الحق في العيش وهذا الرسالة كان سيفطوها لسيدنا باش يرفع علينا هاد درار ورح ناد الساكنة كتعاهد الله تعالى باش غد تبقى هنا حتى يرحل بيبي راه نبقى هنا حتى عشرين سنة وحتى أن يريت الله الأرض ومن عليها راه الساكنة قرت تنتكلم باسم الساكنة باش غادي يبقى وتم أمام المشروع حتى يرحل بيبي علاش الساكنة تدمرت من بعد ما تنشأ هذا المشروع وتجدر الإشارة بعد إنشاء هذا المشروع ظهرت مجموعة من الأمراض كأمراض الربو والحساسية وأمراض جلدية وأمراض العين وهذه الرسالة تنصيفتها لسينا بارشفالين الدرار وكنشكره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي مستندنا ديمة وكنشكره بعض الأشخاص من الصحافيين حلاش الصحافة كاملة مشات في حالتها إلا البعض ما كانت تهمشنا الصحافة كاملة إلا البعض من الكل هم اللي مستندنا وكنشكره النقابة دي الأولاد عياد وكنشكره الكون في درالي الديموقراطية للشغلتها هي سندتنا وكنشكره جميع الحضور اللي كيجيوا كاملين عند الساكيناء وهذه الرسالة تنصيفتها لسيدنا باش يرتفع علينا هاد الدرار والساكيناء رأى عهدت الله تعالى باش اترفع هاد الدرار وعامل إقليم الثقية بن صالح اليوم رأى طلب من المستشارين باش يجيوا رأى مشوا عنده ونحن في انتظار الجواب ديالوق علاش كان من قبل تقول لنا هاد المشروع والله وكان في الريحة والله تيرح المو الكوري وليوم قلب علينا وجوغا لكا سيدي سيروتاج والقاذاء وعهد الساكينة وحلف بالله الى كان المشروع في هاد الدرار تيحيد وعمل إقليم الفقية بن صالح راها مشاها المشروع نهار 8 مارس 2016 ومشاها المشروع المشروع خاوي ونحن ذلك رأى كنحمل المسؤولية جميع السلطات المعنية من هاد المنبر وكان نصيفتوا هاد الرسالة لسيدنا باش يترفع علينا هاد الدرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة